خلينا اخدك في قضية مهمة جدا ناضية التحكيم يعني الناس الليقولك الاهلي اكثر فرق حصورا على الدور بفارق شاسع 42 مرة واللي خلفه بعيد الناس الاهلي اكثر فرق فوزا بالكاس فوزا بالبطولات الافريقية فوزا بالسوبر الافريقي تمثيلا رائعا في كاس العالم للاندية ولكن طول الوقت هناك شكوى من التحكيم طب انت يعني كل البطولات دي بتشكي من التحكيم اه ازاي لان لو في التحكيم فير كنت هاخد اكتر منه طب ليه ما تقولش ان انت كان عندك قصور يا عندي يا كابتن شوبر هو التحكيم حيأثر عليك وانت قوي جدا مش هيقدر يأثر عليك لكن يأثر عليك امتى لما تتقارب المستويات مش معنى ان انا اتقارب في المستويات ان انا بقى يلا الحقه ازلموه هو في اللحظة دي لما تيجي تتظلم تحكميا تتهز مش معنى ان انا وحش ماخدش حقي انا عندي ضربة جزاء ممكن اكسب بيها الديهاني وانا وحش حقي زي ما انت بتلحق غيري في الايام اللي ما يكونش موفق فيها بحلول تحكمية وبيعدي يعني العملية يتكلموا على العدالة 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 نعم السنة اللي فاتت برضو انت في المحلة فاول مش فاول يجي فيك جن ضربة جزاء ما تتحسبش طرد عالفكرة معروف الماتش اللي فات ده على طول اللي فات ده على طول طرد على اللعبة دي نعم في الماتش الاسماعيلي نعم ما تبطر دهو على اللعبة دي واللعبة واضحة جدا في المحلة ما تاخدش حق ما تاخدش حق طب دوع طيب ماتش بقى المصري والزمالك الاتنين اتنين وفي الثواني الأخيرة ضربة جزاء الفارس تدعاك في اللعبة دي طب ما تخلينا في الاهلي بس استناني بس أنا مش بتكلم عشان الزمالك يا سيدي انا مش بتكلم عزمالك انا بتكلم عالم معي عشان هم بيقولوا هو انت عايز تكسب وفيه استفدت من خطأ قبل الهدف بتحصل طالما انها بتحصل ما تلومنيش ان انا اكلمك ان انا جالي ضرر من تنفيذ القلوم طب هل انت شايف يا كابتن عدلي الاهلي بجماهريته بشعبيته ببطولاته بي 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 هل ممكن الحكم ينزل متربس للنادي الاهلي ولا زي ايه زي ايه بني عدم بيرلطعاته ما تخليش بقى في المساحة دي لما الاخطأ تتكرر بشكل كده لا يبقى الدنيا مش مزبوطة ليه برضو ايه الصلاح مش ضرور يقول ايه في حاجات كتير جدا انت كبق من ضمنها كفاعل اهلي كده هديك قلت انت كسبت بطولات كتير بيبقى شعور يا سيدي مش اتقالت ان بلاتر قال له مفيش الا الاهلي ودولات انفنتين بيقول له انا كل مجلس علم بطولة لا الهل والدام يا سيدي بيبقى بيتتب انت بقى بتشكل ايه مع الكلام اللي بيتردد تبص تلاقي الاخطاء تحصل ضدك فانت اه اه ربما ربما ايوا نكون برضو احنا مسحصحين اول اخطاء التحكم لان احنا بنبقى اه ربما تكون مبالغ مش لا مسحصح عمرك ما بتتكلم اللي لما يكون في خطأ اه المبالغة بتجي ايه اجماع وانت لما تيجي تتكلم على اخر خطأ ده اه يعني ما تش مش حاول لك الزمالك اللي بتاع خمسة ثلاثة اللي طلعت فيه كلمة احتواج نعم لان حصل فيه تحصل بدارب الجزائف ملاش معنى اه اه القاتل اللي احتواج الاسمه روح البروتوكول روح البروتوكول وفيه ايه مادة 138 انا مش هكلمك البروتوكول المادة اللي بتقول يتعامل فيه انا حقول لك اللي بتقول ما يتعاملش في ايه اه مش ما يتعاملش لا القانون لا يسمح القانون لا يسمح بانك تراجع بعد استمرار اللعب الحكب ولا يمكن مراجعة اللعب بعد الاستمرار يبقى بيبدأ بلا يسمح ولا يمكن الرجوع بعد استمرار اللعب انت لما يا كابتن شبير الناس كله دي ما حدش يقدر يقوع فيه لو جون جه من خطأ بس كرة سنتارة يقدر تتلغي لا خلاص ليه استمر اللعب تمام با هو انت السنتارة دي عبارة عن ايه استمرار اللعب زي بالزر الفول لما يستمر اللعب خلاص استمر اللعب هتيجي تقول لي بقى اصل الكرة نقطت وانت عايش تستفيد من كده وانا كمان مش عايز اتضر من خطأ غير مؤسف نعم انا اللي خدت بيها يارضى يمين ولا يارضى شمال لا بس فيه خانون لا ده مش خانون ده اجراء بس اسمع اجراء شرط من الشروط ما شرط لا بدليل انك انت لما ترمي اهوت واح حصلت ما 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 بس الاوت كابتن الاوت غلط ما بقولكش ولو الحكم عكاسها خلاص بس ما ما مش مش خطأ قانوني يلغي ده اللي انا عايز اقول لا لا الحكم الاوت غلط لو الحكم عاد في زي حيط تمام مزبوط يا كابتن لو استمر اللعب ما يقدرش الحكم يرجع موافقك مية في المية بس اللي عايز يتلاكك حيلاقي تفصيله يتلاكك بيه خلاص الكرة تتلعي من مكانها فهي فين كرة اللي بتتلعي من مكانها دي العشرة يرضى هي فين العشرة يرضى اللي بيعدها الحكم دي مفيش اذا ليه لان تقدير الحكم وانا شفت مرة الكابتن الجمال الغندور بيبرر او بيشرح يا جماعة وانا لما كون في نص ملعبي وكرة تتحت هنا حطها اتنين متر كده هل ده في استفادة يعني تخليني اقول اللعب يرجع ولعبها من مكان يعني هو دي بقى اللي ايه اللي مسموح لك بيها بانك انت تبدي وجهة نظرك فيه هو مفيش شك انه امينة عمر اخطأ انه سمح بيستقنافل اللحظة ابديني بس اكمل الجملة اكمل الجملة اخطأ لكنه طالما اتلعبت بس خلاص الموضوع انتهى يعني مفيش شك انه انا بقى زن بي ايه لان انت لو عتا ساعتها كان ممكن اروح برضو عاملة كده و اللعبة تكرت بس هل حضرك شايف انه هدف ملغي نقطتين ضيانة عن نادي الاهلي يستحق مش النقطتين ايوة انا ماتشات كتير باخسارها باسكت اه ما هو فينا انت بالقالي ما باسكتش خالص ولا انت بتسكت ابدا يا رجل ترمعليك يا كابتن شو بير ازاي بس نعم يا كابتن شو بير ازاي باخر المرس كبت امت لا لما يكون مفيش اخطأ تحكمية نعم لما هوان الطبيعي ان انا لما فكر مش حاعد اركز الاخطأ اللي حصلت معايا نعم وحضرتك تفكر الاخطأ اللي حصلت معاك والتاني هو دا اللي الناس بتسأله يا كابتن علم انت عندك اخطأ كتير جدا ما تعالج اخطأك الاول ما لكش دعوة دي دا هذا الحق اللي يران به بنا ماشي طائب كوي عشان ما تضيعش الوقت انت عندك وقت مخنوق لا تفضل اه ما فيش حاجة اسمها انت وحش عالج اخطائك اه انت ما بتعخبنيش عشان ان انا ان انا وحش انت حكم والحكم مش مخرج ام فكرة ان الحكم اخرج المباراة لبرا الامان لانه تحاول الى مخرج ام لا لا لو برا الامان بالقانون وبالعدل اهل انا سهل لا بالقانون ام تبقى اديك قلتاه انا خايف الجمهور ينزل ام وشايف ان فيه خطأ ومش عايز احسابه عشان ما الماتش مدر اروح عامل كده بيني وبالنفسي انا خدت قراري للغاء في الدقيقة سبعين واضطريت استقني في المباراة علشان اخرج بيها لبرا الامان بس اكتب الكلام ده النهاردة فيه خطأ في تنفيذ القانون يا كابتن احمد مش في الاجراء نعم اللي هو لا يسمح القانون لا يسمح ولا يمكن الرجوع حدث ان الفار اخطأ خطأ قانوني باستدعاء الحكم اخطأ خطأ قانوني لانه سمح لنفسه ان يناقش فكرة استمرار اللعب والحكم اخطأ انه ذهب ثم اخطأ اكثر انه استجاب طيب